موسيقى بهضف إلغاء الحالة الاجتماعية من الهوية الشخصية وتحت شعار معا لإلغاء مصطلح مطلقة أطلق نشطاء فلسطينيون حملة على وسائل التواصل الاجتماعي داعيين فيها الجهات الرسمية الفلسطينية لشطب هذه الحالة من الهوية موضوع الحالة الاجتماعية هو حق شخصي للفرد سواء مرأة أو رجل تحديدا أنه في طبيعتين لهذا الموضوع في المرأة المتزوجة ولكن غير مدخول فيها حتى لو صار عمليا خطبة حتى لو صار عدم تفاهم عدم اتفاق تسجل المرأة مطلقة علمان أنه ممكن تكون خاطب يوم واحد أو يومين فلماذا تسجل مطلقة وتتعرض للكثير من المضايقات على مدار عملها روحاتها جياتها كل هذا الموضوع بالإضافة لكل المشاكل التي تتعرض لها المرأة سواء مطلقة أو حتى غير متزوجة أو هي أرملة فمجرد وجود هذه التصنيفات باعتقادنا في تمييز ضد المرأة وفيما تنوعت بعض آراء الناشطين والناشطات في الصفحة الخاصة بالحملة بين مؤيد وداعم للفكرة وبين من أبدى رفضه لها فإن وزارة الداخلية أكدت أن الفكرة قابلة للتنفيذ ولكنها تواجه بعض المعيقات لسيما وأن وثائق الداخلية غير مستقلة استقلالا تاما عن الجانب الإسرائيلي بالتأكيد كل شيء قابل للتنفيذ بس مش بس مطلقة مطلقة لأنه يعني هذه يجب أن تكون واضحة للجميع أن القضية ليست مطلقة أو هي وهي حالة اجتماعية وزارة الداخلية تقوم بتنفيذها بناء على وثائق رسمية صادرة عن المحاكم الشرعية فبالتأكيد أنه إحنا سيكون هناك تجاوب هذه حملة يعني نحترم كل هذا الأمر إحنا جميع وثائقنا جميع مستنداتنا للأسف ما زالت تخضع لاتفاقيات موقعة مع الجانب الإسرائيلي نحن نرن إلى المستقبل ونأمل أن يكون المستقبل قريب بأن تكون تعكس وثائقنا ومستنداتنا جواز سفرنا الفلسطيني الطموح والأمل الفلسطيني الكبير في هذا الأمر الفكرة وإن كانت جديدة فإن تطبيقها على أرض الواقع يحتاج برأي الكثير من المراقبين لتغيير نظرة المجتمع اتجاه المطلقة وأيضا وجود تشريعات فلسطينية تكفل للمرأة والرجل المطلق عدم التمييز في الكثير من الحالات لتلفزيون وطن فارس المالكي